موسيقى من الاقتصادية الأولى أهلا بكم في عدد جديد من متابعات تعتبر السيرف الإسلامية في الجزائر موضوعا هاما يمص المواطن مباشرة حيث تشهد القطاعات المالية تحديات متعددة وتطلعات تمص المواطن ومن هنا تعتمد البنوك العمومية وفي هذا العدد سنتحدث عن بنك الوطني الجزائري على خدمات مالية جديدة في السيرف الإسلامية لتلبي الإقبال الكبير من المواطنين على هذا النوع من المنتجات الخاصة ولهذا يسعدني أن أصطدف معي السيدة سعدالي مونا رئيسة دائرة التطوير ولتطوير المنتجات السيرف الإسلامية في بنك الوطني الجزائري أهلا بك سيدتي أهلا بك شكرا على هذه الاستطافة الكريمة شكرا لك أولا ما هي السياغ للسيرف الإسلامية التي يعتمدها البنك الوطني الجزائري؟ طبعا البنك الوطني الجزائري قام بتطوير عدة منتجات تعتمد على مختلف صياغ التي تعتمدها السيرف الإسلامية نذكر منها المضاربة من أجل الإداعات عنا كذلك المرابحة من أجل تمويل كل ما هو ما يتم اقتنائه لدينا كذلك صيغة الإيجارة والجديد أنه قمنا بإضافة صيغة السلم وكذلك صيغة الاستثناء في 2023 عبر منتج البناء وكذلك توسيع والتهيئة والتهيئة السكنات هذه بالنسبة للأفراد وكذلك صيغة الاستثناء للمرقين العقاريين حيث اليوم المرقين العقاريين يقدروا يتقدموا الوكالة البنك الوطني الجزائري لتقوم بتسويق منتجات صيغة الإسلامية من أجل طلب تمويل لإنشاء مشروعاتهم العقارية طبعا منتجات صيغة الإسلامية موجهة للأفراد وكذلك للمهنيين والمؤسسات والتجار عنا بالنسبة للأفراد لدينا مربحة السيارات مربحة التجهيزات مربحة العقارية وكذلك الإجارة العقارية وكما سبق وانذكرت الاستثناء داري من أجل توسيع السكنات والبناء إلى غير ذلك أو إعادة ترميم ربما للمنازل القديمة بالضبط أما بالنسبة للمؤسسات لدينا صياغ لدينا تمويلات تلبي احتياجاتهم الاستثمارية وكذلك الاحتياجات الاستغلال يعني لدينا مربحة الاستثمار كذلك إجارة التجهيزات ومربحة الاستغلال بالنسبة لمربحة الاستثمار والتجهيزات يعني يقدر المؤسسة أو المتعامل الاقتصادي بتلبية احتياجاته فيما يخص المركبات المعدات وكذلك المباني أما في الاستغلال يقدر يعني يلبي كل احتياجاته المتعلقة بدورة الاستغلال سواء عبر مربحة الاستغلال أو كذلك منتج السالم ربما هذا بشكل عام أهم الخدمات التي يقدمها البنك الوطني الجزائري البيانا بالنسبة للصيرفة الإسلامية لكي نفصل قليلا بالنسبة للقروض الاستهلاكية أو اقتناء السيارات مؤخرا وهو الذي يصنع الحدث في الجزائر اقتناء سيارة عن طريق السيرفة الإسلامية هنا نريده شرحا مفصلا بالنسبة لبنك الوطني الجزائري طبعا منتج مرابحة السيارات والموجهة للأفراد كان البنك الوطني الجزائري اطلقه في اوت مع اطلاق النشاط يعني في اوت 2020 فقط الزبائن كانوا يتقدموا للبنك الوطني الجزائري من أجل تمويل السيارات يعني لازم نأكد بأنه بالنسبة للأفراد يقوم البنك بتمويل بصيغة المرابحة السيارات التي تنتج محليا هذه الأفراد يعني مثلا السيارات التي تستورد مؤخرا لن يستفيد المشتري أو الزبون من هذه الصيارة بتمويلات يعني بتمويلات البنك ما يقدرش يعني يستفيد من تمويلات طبعا هذه الأفراد أما المؤسسات والتجار إلى غير ذلك يمكنهم يعني الاستفادة من تلك السيارات المستوردة أو المركبات المستوردة والمتعلقة بنشاطهم يعني بصفة مباشرة نعم نعود فقط من أجل الأفراد حتى نذكر فقط بالشروط يعني التي يتعامل بها في البنك الوطني الجزائري يعني قمنا بإعادة مراجعة الشروط المتعلقة بهذا المنتج حتى نسمح لي فئة أكبر يعني من الاستفادة من هذا التمويل حيث يعني حتى المعدل الأدنى يعني قمنا بتحديده لـ 30 ألف دينار جزائري بالنسبة للراتب بالنسبة للراتب بالدخل الزبون بالضبط قمنا بإنزاله حتى الثلاثين ألف دينار جزائي تلتة ملايين سنتيم تلتة ملايين سنتيم كم يبلو نسبة التمويل؟ نسبة التمويل تلحق حتى التسعين بالمئة يعني بدل الخمسة وثمانين بالمئة عند التلاق العملية في أول مرة كانت خمسة وثمانين واليوم وثمانين اليوم رهي تسعين بالمئة كذلك بالنسبة للملف يعني هو ملف بسيط الملف يتكون من وثائق تثبت الهوية تثبت الإقامة إلى غير ذلك وهناك وثائق تثبت الدخل وقدرة المواطن على السدد يعني هذا هو الملف المدة؟ مدة التمويل يعني تلحق حتى الخمسة سنوات يعني ستين شهر من تناشن شهر يعني حتى الستين شهر أبخير يعني المواطن يقدر يخير المدة اللي راه يحبها يحب ينقص يحب يوصل حتى الستين شهر طبعا حسب قدرته على السدد ولما نتكلم على قدرة على السدد يعني نتكلم أيضا على السدد الشهري يعني إحنا البنك كبنك ما قدروش نقطع للمواطن الجزائري أكثر من 30% من راتبه الشهري يعني كقسط لأنه ما قدروش يعني هذه هي القدرة على السدد دياله ما قدروش ندبسيوها ولا نتجاوزوها نعم بالنسبة لي كما نعلم أنه البنك الوطني الجزائري لم يخصص فقط شبابيك وإنما وكالات خاصة بالسيرف الإسلامية أين تتواجد هذه الوكالات وأين تتوزع وما هو عدد شبابيك إذا أمكن طبعا بالأرقام طبعا البنك الوطني الجزائري كان في الأول يطلق شبابيك طبعا قمنا يعني مؤخرا بإطلاق يعني 36 شبابيك في ديسمبر في شهر ديسمبر الفارض الآن عندنا يعني 105 شبابيك طبعا موزعة على كل التراب الموطني يعني الهدف تعنا هو التقرب من المواطن الجزائري يعني وين ما يكون سواء في الشرق في الجنوب في الشمال في الغرب يعني في كل مناطق يعني الهدف تعنا هو أنه هو إعطاء تغطية شاملة لكل المناطق طبعا الوكالات قمنا بعد ذلك بإطلاق وكالات مخصصة يعني حتى نقدم خدمات وخاصة يعني حسن الاستقبال ويعني نوعية الاستقبال ونوعية يعني تكفل يعني تكون مليحة وتتناسب مع ما ينتظرونه منا طبعا قمنا بإطلاق وكالات مخصصة يعني أن الوكالة الأولى كنا اطلقناها يعني في الجزائر العاصمة وكالة حسين داي نعم بعد ذلك قمنا بإطلاق وكالة أخرى هناك في غريس في وهران في عنابة كذلك في بير العاتر في ولاية تبصة يعني هناك توزيع عادل بين المناطق في الجزائر توزيع عادل هناك في غردايا طبعا هناك في شلف يعني وطبعا طبعا إطلاق الوكالات ما زلوا مستمر ما زلوا مستمر عنا أيضا في مدينة برج بوري ريش بالنسبة لي في مجال السيرفة دائما هناك دائما منتجات جديدة ربما مؤخرا قام البنك الوطني الجزائري بتخصيص منتجات جديدة في السيرفة الإسلامية طبعا بالإضافة التي كانت كان يعتمدها البنك ما هي الإضافة التي أتت بها هذه المنتجات الجديدة؟ طبعا هو يعني البنك الوطني الجزائري يعني للتذكير فقط في الأول كان وجه منتجات تعول الأفراد بعد ذلك يعني القينا باللي حتى المؤسسات حتى المهنيين حتى التجار مهتمين كثير بالسيرفة الإسلامية ولذلك بعد ذلك قمنا بتطوير منتجات أخرى من أجل تلبيت احتياجات هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين نعم يعني في هذه يعني هذه الخمس منتجات يعني جاءت لإطراء الباقة التي كانت عندنا يعني متكونة من سندات الاستثمار طبعا سندات الاستثمار تسمحها يعني للمواطن سواء كان أفراد أو مؤسسات أو مهنيين إلى غير ذلك باكتتاب تلك السندات يعني بصيغة المضاربة أو بصيغة القرد الحسن معنتها أنه عندها طبعا المدة تتراوح من من ست أشهر حتى الستين شهر فما فوق يعني وهناك يتم توزيع بالنسبة للمضاربة كان مفتاح توزيع الأرباح يتفق عليه البنك والزبون منذ البداية أما بالنسبة للقرد الحسن يعني فلا توجد توزيع الأرباح وطبعا الزبون هو الذي يختار بصيغة القرد الحسن أو بصيغة المضاربة يختار نوعية المنتج نوعية المنتج سواء أراد الأرباح في نهاية السنة أو كما يعني كما حسبها سلون البزوان تعلق لي وهل يمكن من خلال السيرفة الإسلامية أن يتم تمويل مشاريع استثمارية مثلا؟ طبعا طبعا يعني حسب المشروع طبعا حسب الدراسة حسب ولكن الآن البنك الوطن الجزائري يعني بنشاط السيرفة الإسلامية هناك مشاريع اللي قمنا بتمويلها عندنا أيضا ملفات أخرى يعني في قيد الدراسة وكذلك يعني ما زلنا نستقبل طلبات نستقبل طلبات نستقبل مشاريع استثمارية كبيرة حتى لمرافقتها لمرافقة المشاريع نعم بالنسبة للبنك الوطني الجزائري أمضع عقود تنفيذية مع مؤسسات معينة باستغلال منصتها الإلكترونية لتسويق المنتجات ومن بين هذه المنتجات هي الصيرفة الإسلامية عبر الإنترنت كيف ذلك؟ طبعا يعني هذه العملية كانت أدرجت في جدول الأعمال للبنك الوطني الجزائري حتى نرقمن عدد من المنتجات يعني كنا سبقنا بمنتج مرابحة التجهيزات للتذكير فقط منتج مرابحة التجهيزات يسمح المواطن الجزائري باقتناء يعني التجهيزات التي تهاه هو موجه الأفراد يعني التجهيزات التي تهاه الإلكترونية يعني التجهيزات التي يحتاجها في الحياة اليومية طبعا مصنعة أو مركبة محليا الهدف من هذه العملية هو تسهيل المواطن الجزائري باقتناء المنتجات وكذلك يعني لتقدم من منتج تعنا لهو مرابحة التجهيزات طبعا كنا مضينا يعني عقود مع منصات ديار تزاير وكذلك جميع ومن أجل رقمانة هذه المنتج كيف تتم العملية؟ نستطيع أن نسميها هي دعاية إشهارية لمنتجات سيرف الإسلامية للبنك للبيانة هي عملية تمويل من الأول يعني اليوم الزبون يتقدم لتلك البلاتفارم يعني يخير المنتج دياله يدير المحاكاة دياله يقوم أيضا بإعداد الملف والملف يلحق للبنك مباشرة يعني الزبون اليوم يقدر من المكان العمل دياله ولا من البيت دياله يستفيد من التمويل يعني هذا هو الهدف الأول من تلك الرقمانة وكذلك حتى على مستوى البنك يعني نقوم بدراسة الملف في وقت قياسي حتى يعني الزبون يتمكن من تجهيز البيت دياله في وقت قياسي أيضا نعم جميل وبالنسبة لصيغة السيرفة الإسلامية هذه منتجات يقدمها البنك هل تلقى رواج عند هذا المواطن سواء للأفراد أو للمؤسسات هل تلقى رواج هل هناك مواطنين يستفسرون ويتقربون من وكالاتكم من أجل الاستفتار عن هذه المنتجات بالسيرفة الإسلامية طبعا يعني الوكالات البنك يعني في مختلف المناطق بتاع الوطن الجزائري ما شاء الله يعني كينا تقدم كبير من طلب المواطنين والجميل أنه على كل المنتجات والحمد لله يعني لحنا البنك كدور الحاجة الأولى نعرف بالمنتجات صحيح وأيضا نقوم بالتعريف بمنتجات أخرى يعني مثلا في بعض الأحيان كينا زبائن يتقدموا عالج المنتج ومبعد المكلف بالزبائن يقولوا كينا منتجات أخرى يمكن استفادة منها يعني من أجل التوعية من أجل التحسيس كذلك من أجل يعني حتى تكون بغاية تبلغي يعني الان كونتاكت بين البنك والزبون يعني حتى تكون هناك علاقة يعني بين البنك والزبون يقول لي الزبون يعني يروح يجيب المعلومة من من الصخص من المصدر وكذلك يعني يعرف كل الشروط يعرف كل التفاصيل كما يعني ليست يعني ليس فقط على مستوى الوكالات يعني أيضا كينا توصلنا اتصالات توصلنا يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا نتلقى بزاف تساؤلات تاعة المواطنين اللي بيانسور حنا يحن لابرون شارج يعني نعم عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي التواصل عبل أو تواجد خليط إصغاء أو غيرها هنا نتحدث عن الرقمنا وعن العصرنا للبنوك العمومية خاصة أين هي أين يتمركز البنك الوطني الجزائري أظن أنه مواكبة العصرنا أصبحت ضرورة يعني والبنك الوطني الجزائري ما عندوش خيار كما يقول لك يعني لازم يواكب هذا هذه العصرنا طبعا يعني هي يعني هذه العملية من أولويات يعني البنك الوطني الجزائري لمواكبة يعني هذه العصرنا عندنا يعني خدمات خاصة يعني مثلا تطبيق البنك عن عن بعد ليسمح للزبون بالقيام بالعديد من العمليات البنكية من خلال يعني من خلال يعني التطبيق يعني هو وأيضا عندنا خدمة الوين باي ليتمح للزبون بتسديد فواتيره مشترياته يعني عبر تطبيق الوين باي يعني بدون استعمال يعني بدون استعمال يعني لكاخت دياله تقصد عبر الهاتف البطاقة عبر الهاتف يعني هو تطبيق عبر الهاتف يقوم يعني بتسدد بذلك التطبيق كذلك عدنا يعني عدة خدمات أخرى مثلا طلب فتح الحساب الآن يعني الزبون يقدر يطلب يقوم بطلب فتح الحساب يعني عبر منصة يعني عبر الانترنت عبر الستواب تاع بيانا وكذلك طلب التمويل يقوم أيضا بعملية المحاكات إلى غير ذلك يعني البنك وجد يعني هذه الأرضية للمواطنين حتى يسهلهم تعاملات التحهم وأيضا مواكبة هذا التطور يعني يمكن الزبون لبنك الوطني جزائري أن يقوم بكل استفسارات حول المنتجات التي يقدمها البنك عبر الانترنت توفرونها حتى في منصات التواصل الاجتماعي وطبيقات طبعا يعني حتى بعد الزبائن يعني نقوم نعود نحن نتصلوا بهم حتى نشرح لهم كتر في بعض الأحيان نوجههم للشباكات يعني على حسب طلب الزبون أكيد هناك منتجات قدمها البنك البنك البيانة من أجل الصيرفة الإسلامية ومنتجات جديدة يقوم بتحيينها هل هناك أفاق لتعزيز مزايا الصيرفة الإسلامية في البنك؟ هل هناك أفاق مستقبلية؟ يعني البنك الوطني الجزائري أثبت نيته في تطوير النشاط الصيرفة الإسلامية سواء عبر المنتجات يعني اللي الآن رحوا عنده ما شاء الله 18 منتج أو سواء عبر يعني شبكة الاستغلال اللي الآن رحي وصلت 116 شباك وكذلك وكالات مخصصة طبعا تطوير المنتجات يتم بصفة يعني بصفة كنتينوية ما نحبس يعني من تطوير المنتجات بصفة متواصلة شكرا وأيضا كما نقوم أيضا بتحسين المنتجات يعني حتى المنتجات في بعض الأحيان نقوم بمراجعتها حتى نحسن من الشروط ربما هي حتى تدخل في إطار التنفسية مع البنوك الأخرى حتى في إطار التنفسية وكذلك وخاصة وخاصة حتى نربي حاجيات المواطن الجزائري لأنه ولا تلقنا منتج بعد المواطن الجزائري ما يقدرش يستفاد منه يعني ليست هناك إفادة للأجل من الطرفين بالضبط دونك نقوم أيضا بالأمليوراشون تاع البرودوية تاع الكنديسيون الرقمنة أيضا نحاول طبعا برقمنة المنتجات يعني حتى نسهل يعني لكسي للمنتجات يعني الفئة أكبر يعني حتى الناس اللي اليوم رهم مثل مشغولين رهم عندهم يعني انشغالات أخرى يعني نسيقوا كيفاش نوصلوا لهم المنتج عن طريق عن طريق هذه البلاتفورم هذه المنصات الإلكترونية هل هناك كلمة أخيرة تحدثين عن بنك الوطني بالنسبة لهذه البنك الوطني الجزائري بالنسبة لهذه الخدمة لخدمة تتصير في الإسلام طبعا أول شي نقوم بشكر يعني بشكر عفوا الزبائن تاعنا لوضعوا ثقتهم فينا يعني وإحنا هذه رهي مسؤولية كبيرة يعني على البنك الوطني الجزائري وكذلك فرق البنك الوطني الجزائري طبعا كين فرق متعددة يعني الاختصاصات اللي راهي تقوم بتطوير هذا النشاط يعني نشكر الزبون وكذلك الفرق اللي راهي تعمل وتصهر من أجل تطوير هذا النشاط وكذلك يعني نقول بالإحنا دائما في الإصعاء وإحنا دائما يعني هنا لتلبية يعني ما ينتظره المواطن الجزائري منا سواء كانوا متعاملين اقتصاديين سواء كانوا أفراد إن شاء الله نكونوا على قد هذه المسؤولية يعني الكبيرة وتوفير منتجات أخرى إن شاء الله يعني راهي كين منتجات أخرى راح يكون جديد إن شاء الله في هذا العام إن شاء الله وخاصة بالنسبة للاختناس السيارات إن شاء الله شكرا السيدة سعداني مونا رئيسة دائرة التطوير لمنتجات السيرفة الإسلامية بالبنك الوطن الجزائري كنت ضيفة معي في متابعة شكرا على هذه الاستضافة شكرا والشكر موصول للفريق التقني العامل معي أطيب المونا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة